لو أن هناك شيء واحد يستحق أن نستعيذ منه في هذه الأيام فهو أن نستعيذ من الفجأة الفجأة بكل أشكالها المؤلمة الموت الفجأة الفقد الفجأة قطع الأرزاق الفجأة الفراق الفجأة الابتلاء الفجأة الهم والحزن الفجأة وتغير الحال الفجأة فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع صختك فكانت الاستعاذة ليست من البلية ذاتها بقدر ما كانت من فجأتها فلهم إنا نعوذ بك من فجأة نقمتك كان النبي صلي الله إذا عصفت الرياح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به ذكروا به أحبككم نسأل الله السلامة للجميع في حذ الله اللهم سخر لي كل ما أريد وما تراه خير آلي وأصرف عني كل ما تراه شرا لي يارب سخر لي من الأقدار أطيبها ومن التبشير أسعدها ومن الأرزاق أوسعها لهم ما إنا في قلبي ندئ وأنت يا رب سميع مجيب إني مقبل على أمور تحتاج توفيقك وتسهيلك في يا رب أنزل على أيامي القادمة توفيقك إنك علىك لا شيء قدير ترجمة نانسي قنقر